يستغشرون من عاج من الله وفضله وأن الله لا يطرع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه الغرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جبعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا أسمن الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أوليانه فلا تخافوهم وخافني كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يدعن لهم حفظا في الآخرة ولهم عذاك عظيا إن الذين اشترعوا الكفر بالإنان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليا ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهيا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين ينخلون بما آتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله مراف السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فاستجابلوا ربهم والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقر ونحن غنيان سنكتب وقالوا قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينها بقربان تأكلهم دار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبجينات وبالذي قلتم فلنقتلتم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المرير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقبفاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين روتوا الكتاب في قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كفيرا وإن تصبروا وتتبوا فإن ذلك من عزم الأمور لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماعات وله بم الله على كل شيء طدير إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك بطن وعذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيتم وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا يمادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفه عنا سيئاتنا وتوفنا معلم ضار ربنا وآتنا ما هو عدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاملوا ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر له أنثى بعضكم من بعض فالذين آجروا واخردوا من ديارهم وغوثوا في سبيلي وقاتلوا وابتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحقي الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد متاعوا قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحقيها الأنهار خالدين فيها نسلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطون واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا لها الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خذتم أن لا ترسقوا في اليتامى فوقعوا ما قام لكم من النساء مثنا وثلاثا ورباع فإن خذتم أن لا تعبدوا فواحدة نوما ملكتي مالكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وليئا مريئا ولا ترت السماء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوه وقولوا له قولا معروفا وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإنا نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان وليا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أكثر نصيبا مقروضا وإذا عضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلبهم ذرية ضعافا خاص عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل عبد الأنساءين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا أنس ولأبعه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثا ومواه فلأمه السدس فإن كان له إغوة فلأمه السدس من بعد وصية يرسيب يا أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواركم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يرسين بها أودين ولهم الربع مما تركتم من لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية ترسون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو مرأة ولوهن أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يرسى بها أودين غير مطار وصية من الله والله عليم حليم تلك هدود الله ومن يتعلها ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنجار ذلك الفوز المبين من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز المبين تلك هدود الله ومن يتعلها ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز المبين خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عنام مهيم والتي يأتين الفاخشة من نسائكم فاستشهزوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذلك يأتيني منكم فأذوا ما فإن تابا وأصلعا فأعرضوه عنهما إن الله كان توابا رغيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت طال قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم من ترث النساء كرها ولا تعبنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتهمهم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن ردتم استمدال زود متال زود وآتيتم إحداهن بيطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بوتالا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخطى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميذاقا غليظا ولا تنكروا ما نكع آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم ومناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ومناتكم ومنات اللخ ومنات اللخت وعماتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمنات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دغلتم بهن فإن لم تكونوا دغلتم بهن فلا جناح عليكم وعلائد أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين اللختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما اشتركوا في القناة